السلام عليكم اخوتي كديري اللبس عليكم بخير تمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة اليوم سنشارك معكم هذه الأكلة الخيفة الضريفة كما تشوفوا معنا عندنا هنا المقادير كما تشوفوا هما هذا عندي هنا واحد ثلاثة القريعات يعني كورجيتات صغيرين كما تشوفوا كل ما يقول اليوم عندي هنا جوج خيز زوات يعني الجازة وعندي جوج البطاطات هما هادو سوف نمشي نقطعهم ونبشرهم معاكم سوف تشوفوا معايا هنا سوف يرجح لكم معايا لا تشوفوا فين كما تشوفوا معايا هنا من بعد ما قطعتهم قطعتهم شوية رقاق يعني كتحكيهم في ذيك الشلاذة حكيتهم شوية يعني ماشي غلاط بزاف وما رقاق شو بزاف كما تشوفوا معايا هنا الخيز زو هنا هي البطاطة هاي رقيقة وهاد القريعة هادي وخيزوها وقطعتو هنا وهدي الأكلة الخفيفة الضريفة لكتوجد فرمشة عين ويا الله ومعانا نبدأ و بسم الله توكننا على الله سوف نجيب واحد المقيلة ونضيف فيها شوية زيت نباتية نضيف فيها شوية زيت نباتية نضيف فيها شوية زيت حتى يسخن واحد شوية يوم ما تدوش على هاد المقيلة هذا كلها مغربية ضروري تكون عندها بحالة المقيلة مجرحة ولكرا كتوجي فيها المقيلة بنينة هنا كنضيف البطاطة بعد ما قيس خنز زيت كنبدأ نضيف هاد البطاطة و هاد خيزو و هاد القريعة الصغيرة كنشحرهم شي شوية مزيان ماشي يقع بزفتة كيتحرقوغي شوية على بل ما كيهبطو حينت كي عوضو يطيبو تاني من جديد على هاد طريق عادي كنضيف كل شي فى فى دقة واحدة و صوف يتنبقى نحرك هوم ونبقى نحرك شوية بشوية حتى كتهبط لي هاد الخضيرة كنغطيع ليها واحد شوية اه تقريبا عن داقية واحد خمسة دقيقة كنطيب هاد الشي اللي انها مع محقوقين ضغية كي يطيبو و ضغية كتتوجد بغيتي تديرها فى الغداء بغيتي تديرها فى العشاء اه يعني خفيفة ضريفة و تلي ما تيأكلش الخضراء هادية طريقة باش يعد يأكل لك الخضراء اللي ما كيبغيش الخضراء وبزاف اللي ما كيبغيش الخضراء على هاد طريقة هادى كان بقى نحرك فيها و كان نخليها كحتى كتهبط كان نغطيها ونخليها حتى كتهبط هاد القمسة الدقايق ومن بعد غادي نرجع لها كما كتشوفوا معايا ما كندير لها ملحة لا افزار لولو كنخلاغيها كم عديك شوي ديال الزويتة حتى كتشرب عديك الزويتة و كتطيبشي شوي تهبط انتم ما شفتو طفي كم قا نحرك بالمهل شوي كتعطيها الخاطر حتى كتهبط لك على هاد طريقة هادى هادى الطورتية ديال بدراوش خفيفة ضريفة في المشاطة عندك الخضيرة ديري لها الطريقة هادى انتم ما كتشوفوا معايا انتم ما اخوتي اللي اعطيكم الخير سوف تخليها حتى كتهبط مزيان هذه الخضيرة هادى يما كتشوفوا معايا رضغية ضغية بالخف يعني ما كتشوفوا معايا hinady هادى نضيف التحميرات والمليحة والبزار والكامون هذا هو المقادر الذي نقوم بها وعندي هنا زويتنات مقطعين وهنا واحد شوية القصبر ومعدنوس مقطع سوف نحز هذا الشوية هنا سوف نقوم بها سوف نقوم بها المهم هو أن يكون القيوم جيد سوف نهرس هذا البيض نضيف بها سوف نيز وضيف سوف نضيف التوابل سوف نضيفه نضيف القصبر مع الدنس نضيف الماء و نضيف زيتون مقطعون الزيتون اختياري لا تريد ايضا عند الكثير من الولاد الصغار لا تريد اكل الخضراء و اذا استطعت لهم هذه الطريقة سوف يبدو اكلها ومزيانة الدخلها لهم و نضيفه كف الوجه و الواجهة و خضراء و الان يستطيع ان نضيفه بهذه الطريقة نضيفه نضيفه و ننسج جميله الخاليط و نضيفه و انطرده و نضيفه و نضيفه و نضيفه سوف نضيفها فوق البيض سوف نضيفها سخونة كثيرا سوف نضيفها كثيرا سوف نضيفها كثيرا كثيرا سوف نضيفها على طريقة سوف نضيفها على جوج سوف نضيفها على جوج سوف نضيفها على جوج سوف نضيفها على جوج تحمر على الجهة و تعود قلبية تنجية جهة لكي تتحمر كما ترى معي تطيب و تطيب مزيان حتى الخضيرة تطيب لأنك تدير لغين الصيبة و من بعد تخليها تطيب نضعها معكم دابة بسم الله تبكنا على الله سوف ترى معي سوف نضعها من الداخل و لا يجيش فيها زفرة بيض لتشي حاجة تجي زوينة رائعة بسم الله انتم أخوتي والله تنجد زوينة و كترفقها معا شوي ديال الخيار و بصحة و راحة لنا و بصحة و راحة لكم هذا غدا و اللعشة خفيف و تبارك الله عليكم و الى اللقاء